احلى ميزا عليكو انا احمد كمال بتاع الافلام اكتر واحدة شتمت بسببه بروفايلز سفين احمد الثقة وحات امك احمد الثقة وحات ابوك احمد كمال يا جماعة انا جبتي تشيرت الثقة مش هعمل بروفايل الثقة كل الناس هتسألني طبعا شميع ان احمد الثقة في حلقة بروفايلز الوحيد اللي جبتله تشيرت احب اقولك يا معلم ان انا فخور جدا من وانا عائل صغير بفتخر واقول لكل الناس انا اتولدت يوم عيد ميلاد احمد الثقة انا واحد مارس زيه يا جماعة بس فرق السن يعني وحفضل اعيدها وزيتها طول الحلقة احمد الثقة يوم عيد 3 يوم عيد ميلادي احنا برج الحوت احنا العمر ديه بغنالنا يا جماعة وطبعا بدون نقاش كتير احنا النهاردة هنتكلم عن الفارس ابن البلد الجدع صاحب صاحبه محب الخيول توم كروز العرب ارنول شورزنيجر الكوكب استاذ احمد الثقة فتعال نخش بقى في الحلقة دي ونعرف الثقة ده ابتدى ازاي وعمل ايه وايه مميزات الثقة والرسالة اللي حنقولها للثقة في الاخر بس قبل طبعا ما نخش الحلقة عايزك تثبتني لايك وشير وسبسكرايب للقناة وزي ما احنا متعودين نحاول نوصل البروفايل ده للثقة باي طريقة ويلا بينا نخش في الحلقة مش الحلقة دي حيبقى فيها طاقة كتيرة قوي يلا في بداية الحلقة طبعا احمد الثقة من موليد واحد تلاتة تاني الف وتسعباتة وسبعين وقلت عكرارها كتير واحمد الثقة تخرج من معهد فنون مسرحية سنة تلاتة وتسائين بس في خلال السنين اللي هو في وقت الدراسة ده يا جماعة اكتشف واساسا وعمل اول اعماله مش طبعا بطولة كانت دور كده صغير في مسلسل النوة ايه مسلسل النوة ده هو اللي اكتشف اساسا احمد الثقة يا جماعة المؤلف الكبير اسامة انوار عكاشر واخد احمد الثقة من ايده كده وقدمه للمخرج محمد فاضل وعمله مسلسل النوة اللي نزل سنة واحد وتسائين وفي الوقت ده برضو احمد الثقة ابتده يتعرف جدا انو الناس تشوفو كده اللي هو اه الوقت ده الشاب بتاع مين ما بيحبش فاطمة الوقت ده اه فاكرينه وبتده يبقى احمد الثقة كده يبقى موجود لحد نصف الربيع الاخر اللي نزل سنة ستة وتسائين مع العملاك يحيا الفخراني طبعا وحنان تورك وفادي عبدالغاني ونيمر كتيرة كده انا فاكر ساعة احمد الثقة جدا يا جماعة وكان احمد الثقة كل ما يطلع في المسلسل ده بقى مبسوط كده بحس ان فيه طاقة اجابية في المسلسل ده طبعا ما كانش مشهور ولا طوب ولا اي حاجة بس الناس كانت بتحبوا جدا حتى اخدوه بقى رول ماضل بابسي في فترة دي كان عمل اعلان بابسي وكلنا فاكرين الصورة دي في المناسبة كده يا جماعة كده حاجة على جنب والد احمد الثقة هو الرائد مصرح العرائز في مصر صلاح الثقة وجده المطرب عبدالسلوجي واحمد الثقة متجوز وعنده ولدين وبنت ياسين وحمزة ونادية ربنا يخليهم لكلهم نرجع تاني لاعماله الفنية في الوقت ده بتاعت 97 و 96 و 97 احمد الثقة ظهر برضو في اعادة فيلم ردة قلبي لكن في مسلسل مع محمد رياض ورامس جلال واحمد الثقة كان قايم بدور حسين صاحبهم في نفس السنة دي 97 احمد الثقة كان مع محمود عبدالعزيز في فيلم هارمونيكا فدي يا جماعة الراجل عمال بصه يشتغل وبيسعى وبيروح ويجي ويشحطط نفسه لحد ما جات طبعا سنة 98 مع محمد هنيدي ونجوم مصر والصف الاول حاليا في فيلم سعيدي في الجامعة الامريكية اللي حقق اعلى اقراضات في تاريخ السينما واحنا تكلمنا عن الفيلم ده بتهالي حوالي مليون مرة في حلقاتي خالب بس في حاجة كده عايزكوا تركزوا معايا فيها احمد الثقة من الممثلين اللي انت بتحفظ اغلبية اسامي الكاركترز اللي هو بيعملها فيلم سعيد في جامعة ركاية كان اسمه علي يا علي يا علي بس سعيد حامد اختار السقة تاني مع هنيدي وعملوا فيلم همام وكسر الدنيا تاني السنة اللي بعدية سنة 99 ركز معايا ادريانو يا ادري اكيد انت فكر الاسم ده لكن فيلم همام يا جماعة لاحظنا ان احمد السقة عنده طاقة الراجل بيحب الاسارة والحركات والاكشن وكده فاحمد السقة من بعد همام كده اتحط في حتة يونيك ان هو نجم اكشن او نجم مختلف الراجل ده عكس هنيدي وعكس هني رمزي وعكس الناس اللي بتطلع اليومين دول فيأتي سعيد حامد لتالت مرة يخطى فاحمد السقة ويقوله تعالى بقى بينا نعمل فيلم شرطه فانيلا وكاب وطلتك انت لوحدك يا معلم ومعاه طبعا النجم الكبير شريف منير ونور اللبنانية وحبيبي يا عاشي يا حر زيتر متحت صالح حط تحت مليون خط في مسيرة احمد السقة اكيد طبعا فاكرين اسم احمد السقة في شرطه فانيلا وكاب خلت كبه الفيلم كسر الدنيا والناس حبته جدا والاغنية كسرت الدنيا واحمد السقة تحط في كاتيجري تاني وخلاص بقى يعتبر نجم صف اول الفيلم اللي بعديه بقى اللي قلتلك عليه حنشوف فيلم افريكانو اللي نزل سنة 2001 وكان طبعا ايم بدور الدكتور بدر وصاحب اعلى واشهر نطة شلال في تاريخ السينما المصرية بحبك وهنا كانت بداية انطلاقة وشعلة الدويتو القاتل في تاريخ السينما المصرية برضو احمد السقة ومونة زكي بس من اول الفيلم ده لأ دول دويتو رائع يا عايزينهم على طول مع بعض كده ولا اغنية افريكانو ولا دور طلعت زين اللي عمرين مع النساء الله يرحمه في نفس الوقت في همام ده كان احمد السقة بيعمل الاباندة بعديها بسنة على طول عمل عفروته واحدة من انجح المصرحيات واشهر مصرحيات في تاريخ السينما المصرية وبرضو بعديها بسنة احمد السقة عمل مصرحية كده اوكي اللي كانت برضو يعتبر اشهرهم او اكتر مصرحية الناس بتفتكر احمد السقة فيها خاصة الدويتو اللي كان عامله ما بينه وبين هني رمزي بتلاتة ساغمت زوائين يا ماما الفكرة دي في المصرحية دي يا جماعة كانت قلب مصر نرجع تاني في السينما السنة اللي بعدها سنة 2002 بس تعال هنا بقى شريف عرفها يا باشا قلتلك مليون مرة هذا العبكري لما يحب يعمل حاجة جديدة في السينما محدش حيارف يعمل زيها مفيش زي شيف عرفها بالنسبة انا بحب الرجل ده جدا يا جماعة عمل فيلم من اقوى افلام الاكشن في تاريخ مصر فيلم مافيا لكن لما ييجي فيلم زي مافيا ده ويحقق نجاح عالي جدا والناس ترتبط بيه جدا لدرجة ان انا لما كنت بقى قابل صحابي في النادي وانا صغير ساعتها انا فاكر ازايك عملي انا دخلت النهاردة مافيا الرابع مرة ايه ده بجد انا دخلته خمس مرات كل واحد من الشلة بيعلي عالتاني احنا دخلناه كم مرة وشوفنا اداء رائع من مصطفى شعبان وبالنسبة لي ده اقوى اداء عمله الصراحة مصطفى شعبان لغا دلوقتي وشوفنا دويتو الرائع ما بين احمد الزاق ومونة الزاكي تاني وشوفنا شريف عرفة لما جاب احمد رزق عمل منه الكاركتر ده انا فاكر كلما كنا برضو خارجين من الفيلم ده كل الناس كابتقول احمد رزق ده هيبقى اسطورة الكوميديا فيما بعد بولين ده ما بتشوفش يا بونة وزي ما انا قلت قبل كده حط مليون خط تحت متحق صالح يا جماعة الاغنية دي يعني ادت كام واحد positive energy في حياته وطبعا برضو مش عايز انسى يا جماعة جمال اسماعيل كان قاين بدور ايه هو الراجل ده القب الحنين في الوسط الفن الله يرحمه والفيلم زي ما قلتلكو كسر الدنيا بس يأتي سنة 2004 تيتو وطبعا زي ما قلتلكو في موضوع الاسامي هو اسم الفيلم تيتو اساسا وتفرج بقى على اكشن وقصة وتمثيل ودراما مفيش احلى من كده الصراحة خالد صالح يا جماعة الله يرحمه الراجل ده الطفل ريدا اللي كان تيتو بيرعادة وطبعا يأتي اولهم طريق العريان يا جماعة وحنان تورك وعمر واكد ليلة كبيرة ساعتك انا ممكن اكون اعملت كل حاجة ممكن انت خالها في حاجة بس عمري ما خلنت واحد صاحبه كل الناس كانت خارج من فيلم ده مرضية جدا وقالو حمد ساق خلاص هو بقى كده طب ما فيهاش كلام وطبعا موسيكة هشام نازيه يا جماعة هشام نازيه ده اقوى واحد دعا موسيكة تصورية في مصر انا بقولها كده بقى ملايش دعا بس انا بقول كده وطبعا مين ينسى اشهر النطة برضو من كوبر قص الني اللي اتعملت في تاريخ السينما المصرية برضو الله اكبر عليك محدش يقولك اي حاجة تأتي السنة اللي بعدها فيلم مختلف بطريقة اوشنز ايلافن بقى والحركات فيلم حرب اطاليا اللي نزل سنة 2005 وطبعا نرجع تاني لموضوع الاسامي ياسين تاج ياسين ونرجع تاني للأداء الخرافي للأسطورة الله يرحمه خالد صالح بكاغتي وبالمناسبة يا جماعة الصورة اللي كانت ما بين احمد الساقة ومجدي كامل دي كانت صورة حقيقية بجده ما عملوهاش بقى فوتوشوب وكده ونلي كريم والفنانة القديرة الله يرحمها سناء يونس طبعا لازم احطلك مليون خط تحت متحة صالح يمكن قدامي ومش طيلك بس انا في القلب اكيد شايلك تأتي بقى السنة اللي بعدها 2006 احمد الساقة قالك ينوع اما احمد الساقة فاجئ الجميع بفيلم عن العش والهو فيلم دا يا جماعة انا فاكر مصر كلها دخلته وخرجت منه مش مبسوطين انا فاكر انا فاكر متحورش معايا ومع مرور الزمن والسنين الفيلم دا جماعة واحد من اتقل افلام اللي نزدت مصر ايوه انا بقولها كده فيلم عميق جدا واللي مكانش شافه لازم يشوفه واللي شافه اكيد معترف بان الفيلم دا بجد واحد من اقوى افلام احمد الساقة بس نيجي عند طارق لطفي حاسب مونة زاكي بالنسبالي دا اقوى دور ليه هيعتبر غاد عبد الرازق خالد صالح برغم انه اعمل مشهد كده المشهدين هوبا من شربي والتمثيل القوي جدا اللي قدمته وفيه كمان مشهد قدمته مع احمد ساقة قوي جدا والفيلم كان من اخراج كامل ابو ذكري وطبعا الاغنية مش متحد صالح المراضي شيرين كتير بنعشاء انا وتأتي السنة اللي بعديها 2007 فيلم طايمور وشفيقة مع الدويتو الرقع طبعا مونة زاكي يعني مفيش حد في الدنيا كان ممكن يعمل الدور دا غير مونة زاكي دا اكيد انا الفيلم دا بحبه جدا كوميدي اكشن ري اكشنز حاجات واقعية بنشوفها في حياتنا بتشوف واحد وصاحبته بيتخلقوا بنفس الطريقة دي بتشوف واحد ومراته بيتخلقوا على نفس الاسباب التفهة دي وفيلم حلو تشوفه في اي وقت مش هتسرق منه ولا هتمل منه يقوم بقى السنة اللي بعديها احمد تسقق عمل لنا ايه بقى يا معلمة قول انت كده حاجة اكيد دا علامة في تاريخ السينما هتقول لي ايه يا احمد انت بتبالغ انت كل حاجة يا ابني احلى حاجة في تاريخ السينما يا عمّة عرفتن انت مبالغ يا اوة يا عمّة شريف عرفة بقى شريف عرفة قال لي احمد سقق ما تجي نعمل فيلم تاني كده بعد تكسيرة الدنيا اللي عملتها في مافيا يلا 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 يوموا عاملين اسطورة فيلم الجزيرة وطبعا مش هتكلم عن الاسم منصور الحفني ده منصور الحفني يا ولاد الكلاب من النهار ده مفيش حكومة انا الحكومة انا زي ما قلتلكم مع الحلقة دي فيها طاقة كتير زي ما قلت يا احمد سقق جادني بقى ويقول لي ان دي واحدة مش من اشهر الكودس اللي تعملت في تاريخ السينما برضو او تاريخ السينما وده بالنسبة لي من وجهة نظري المتوضعة جدا ده اقوى اداء تمثيلي شفته من احمد السقق فيلم ده طبعا قصة حقيقية يا جماعة وكانت بلوة كبيرة في مصر وليبت شخصية عزة حنفي انا مش بقولك عشان انا اعرف عزة حنفي لا الرجل رجل جسد شخصية سعيدي له هيبة غير طبيعية وطبعا مش هنتكلم عن الاداء الفز لبروفيسور السينما عالفنان القدير محمود ياسين الراجل يا جماعة يعتبر طلع حوالي عشر دقايق فيلم او ربع ساعة من اكتر الادوار العميقة بجد راجل طيل او محمود ياسين برضو يا جماعة يعني واداء اكتر من رائع برضو الباسم سامرة اللي كان قام بدور عامه فيلم تقيل وفيلم من الافلام اللي هتعيش فيه تاريخ السينما بعد خمسين ستين سنة هتتفرج على فيلم ده حاجة هتفضل كلاسيكية رائعة السنة اللي بعديها بقى احمد السقة نزل لنا سنة 2009 بفيلم ابراهيم اللبيض اللي كان اسمه فيه ابراهيم اللبيض برغم ان الفيلم ده اول ما نزل وقاله ان هو سبب انتشار افلام البلطاجة في السينما وشوفنا العملاك البوب المعلم عبد الملك زرزور يا جماعة يعني ايه ده ايه ده كلمني عن اداء الساحر محمود عبد العزيزة الله يرحمه في الفيلم ده دور المعلم عبد الملك زرزور هيفضل محفور وايكونة فيه تاريخ السينما عدل ايه شو لحاجة روح هات الكيسة اشيبه روح هات الكيسة وده طبعا ما يقللش من اداء احمد السقة العالي وتأتي السنة اللي بعديها 2010 فيلم الديلر وده يعتبر من اقل افلام احمد السقة تحقيقا للارادات وسيت وكل حاجة وده اعتقد ان كان فيه خلاف ما بين المخرج والمنتج فيلم الكاروي وعصد حوارات وسافروا وارجعوا حاجات كتير قوي عصد فيلم ده بس طبعا كان فيه نواقص كتير في الفيلم ده يعني ازاي الراجل كان في حرة شعبية وفاجأة يعني حيبقى ورايب رئيس اوكرانيا وان اساسا اللقاء المرتقب اللي انا داخل وقاطع تيكت عشانه ان انا شوف احمد السقة وخالد النبا ويسوا هما ظهروا في اخر الفيلم في اخر 10 دقايق بس وفي الاول كده اللي هو يعني احلى مسي عليكو كده تحس ان الروح الايجابية كانت مطفية في كرو العمل كده ما كانش فيه طاقة ايجابية في الفيلم ده واحمد السقة كان اسمه ايه في الفيلم ده عتلت فهمت بقى يعني فيلم محققش نجاح عالي اوي هو عمتن كان اسمه يوسف الشيخي يوم احمد السقة في نفس السنة برضو ومصالح جماهيرو عمل لنا فيلم ابن الكنسل مع الرائع الاستورة برضو خالد صالح ومع الرائعة غاد عادل الدور ده بعشاءه الغاد عادل عملت دور مختلف واضافة قوية جدا في الفيلم يا كارزميتها كده اوي الناس كتب تنتظر يا امت حتطلع تاني عشان نضحك وننبسط كده والصراحة جماعا فاكر اللوكيشنز كانت حلوة جدا اسكندرية ومشات اسكندرية كنت محب باللقطات دي جدا وطبعا فيه بلاط في الاخر عجبت الناس جدا اللي هو اذهب جد وكان فيلم خفيف ولطيف ولزيز اعتقد عوضنا به عن فيلم الديلر طبعا من بعد 2010 حصلت احداث ثورة يناير فالسينما كلها والدنيا عطلت فاحمد السقق عادل السينما بعد سنتين بفيلم المصلحة اللي انا كنت بجد خارج منه في السينما ومبسوط جدا لانه كان لو تفتكروا يا جماعة من فترة ما بين 2010-2012 دي كانت اسوأ سنة في السينما كان الواحد بيتفرج في الفترة دي على افلام اجرك الله منها يعني مش عايزين نسكر اسامية عشان الناس متزعلش فلما فجأة كده بقى السقق واحمد عز كمان يعمله فيلم مع بعض يا للهول وخرجت من الفيلم مبسوط جدا وكان فيلم حلو جدا فيه اكشن حلو وكوميدي حلو المشهد الاخير حلو جدا ففيلم تستمتع به وتشوفه في اي وقت من غير زهاء الصراحة في نفس السنة احمد السقق عمل لنا فيلم بابا بطلته هو ودرة والفيلم ده بجد مش عايز اتكلم عنه كتير لان الفيلم ده بجد هو اقل فيلم احمد السقق بالنسبة لي اتمنى من بعدي احمد السقق ما يعملش افلام كوميدي بس كده كوميدي لطيفة خفيفة بس لا احنا عايزين حبكة كصة فيلم الصراحة حاول احبه كذا مرة معرفتش ما تزعلش منه يا سقق والله بس الفيلم مش حلو ما بحبوش بس في نفس السنة برضو احمد السقق يقول لا انا مش هعمل كوميدي بقى انتو مجانين ولا هعمل برضو حتة اكشن بحتة دراما كده بس من منطقة جديدة نعمل مسلسل رمضاني مسلسل خطوط حمرة اللي نزل سنة 2012 وطبعا تترفوش كانوا لو عاش شمال وسواس والمسلسل نزل في رمضان الصراحة وعمل نجاح قوي جدا لان احمد السقق برضو يعني حتى لو المسلسل اي كلامه وحش او اي حاجة احمد السقق في الموسم الرمضاني وده حدث في حد ذاته وكان في احمد الرزق ويوصل لوزي واللي كان في احداث المسلسل يوم مقتل يوصل لوزي دي انا مش عايز اقول لك يعني مصة كانت عاملة ازاي اه تالت الموزة ليه مين المهلف المتخلف ده فكريم بعديها احمد السقق عتل لمدة سنتين ورجع لنا بفيلم الجزيرة الجزء التاني ودي كانت صدمة بالنسبة اللي هو يا جماعة ده فيلم كلاسيكي ليد يعني تعملوا منه اجزاء وكده بس الصراحة دخلت الفيلم وخارج منه مرضي ومبسوط بس طبعا طبعا اقل من الجزء الاول بكتير بس يكفي ان ده كان اخر عمل للأسطورة خالد صالح يعني دي حاجة تخلت كده والفيلم انا فاكر ساعتها لما نزل كان محقق اعلى ارادات في تاريخ السينما وقتها بعدها في سنة احمد السقق عمل مسلسل رمضاني 2015 اسمه زهاب وعودة المسلسل ده برضو عشان مبقاش بحور واقول وهلك كتير انا متفرجتش عليه فمش هتكلم عليه ويأتيه سنة 2016 بفيلم من 30 سنة فيلم ده بالنسبالي اكثر فيلم اندر ريتد في تاريخ احمد السقق مش عارف ليه يعني برضو انا فاكر لما نزل فيلم ده ساعتها كان محقق ارادات عالية جدا بعدها كان هو فيلم كله واقي يقدر ريتو ما تقولش حد ان احمد السقق عمل فيلم فيه يا جماعة فيلم حلو جدا وكان معاه شريف مونير ومونة زاكي برضو كوكبة من قلم عن نجوم الكبار مرفة امين بقى و الناس اللي احنا بنحبها دي فاللي ما شفش الفيلم ده اتفرج عليه دلوقتي وقولي يا عجبك اللهم سيب ليه تحت في كومنتات ها نتكلم كتير في كومنتات تحت وتأتي سنة 2017 اخر فيلم للثقة في السينما وهو كان فيلم غروب الطراري فيلم ده حقق برضو في ساعتها لما نزل على ارادات في تاريخ السينما وكسر الدنيا وتشوف بقى اكشن وتشوف بقى احمد السقة وامير كرارة كلبش بقى يجتمعوا مع بعض في فيلم واحد ويلا بينا بقى على الاكشن والدرونز من فوق برضو الفيلم ده انا حسيت احمد السقة عامله فيلم كوميرش البحث من اوله الاخره فيلم وحش لأ فيلم حلو قوي برضو لأ حسيت له ايه يلا انا اعمل فيلم اكشن بقى يا جماعة انا احمد السقة هو يعني اهو انتو بقى لكم فترة بتعملوا افلام اكشن كتير اهو انا عملت فيلم اكشن اهو ايه اهو جاب على ارادات في تاريخ السينما عدل يشوفوا حاجة خلصانة كده ده اللي انا حسيتهم فيلم غروب الطراري الصراحة بس اكتر حاجة كتبستاني في فيلم ده الصراحة الزهور الخاص لبرينس السينما احمد حين واخر اعمال احمد السقة بالنسبة لنا رمضان 2019 بمسلسل ولد الغلابة اللي انا اتشرف ان انا عملت عليه ريفيو كان ده اول انطلاق البرنامج والموسم الرمضاني اللي فات والصراحة احمد السقة عندي احساس برضو انه هو عمل المسلسل ده بيوريك كدراته التمثيلية انه لا يا جماعة انا مش راجل ممثل اكشن وحركات بس راجل عينه كانت بتمثل في المسلسل ده الصراحة وديه تحسب له جدا في الموضوع ده اللي هو هجماعة السقة على فكرة ممثل تقيل قاوي قاوي هو ده اللي كان الغرض اللي عمله وحققه من نجاح الصراحة بالرغم طبعا الاقاويل اللي عملت اتقال في الرمضان اللي فات المسلسل ده متاخد من مسلسل بريكينج باد ونفس الكلام وساي ماين ايم والحوارات دي بس انا بقول شادت حق الراجل كان بيه ممثل حلو جدا ومن الاخبار الحصية اللي حب اقولها لك في البرنامج هنا ان احمد السقة دلوقتي بيصور فيلم الجديد العين كبوت اللي خلص كل المشاهد في اللقصر دلوقتي وراجع في مص بيقولك هيصور كم مشهد كده في الكاهرة وان شاء الله الفيلم حيتمنتش كده وينزل لنا على اجازة نص السنة اللي جاية وطبعا لو انت بتحب ومن محبي السقة زي كده وعايز شوفه باي طريقة فعندك يوم الاثنين اكتوبر حضرتك هيبقى طبعا ضيف شرف لفيلم تامر حسني الجديد الفلوس شوفت انه كده عمل كم حركة اكش عن كده مع تامر حسني وحسب ونيجي بقى عند الحاجة المميزة والمميزات في احمد السقة دونا عن ممثلين الجيل ده كله احمد السقة اكتر ضيف شرف وجب مع اصحابه في تاريخ السنة غالبا جبلي حد في الوسط الفني ما بيحبش احمد السقة افتح الانتروفيو بتاع كده عمد عزيز الاخراني كده عايقلك اه السقة ده اكدع واحد شوفته بحياتي مفيش حد غلا ما يقولك ان احمد السقة جتع جدا وشفت منه موقف رجولة وشفت منه صاحب صاحبه وش زي الحاجات دي في احمد السقة وعمل دور صغير دي في شرف مع اشرف عبدالباقي وكانت اول بطولة مطلقة ليه يعتبر بفيلم رشة جريئة وعمل مع احمد رزق في حمادة يلعب وتاني مع اشرف عبدالباقي في على جنب ياسطا ومع النجوم الشباب هشام ماجد واحمد فاهمي وشيكو احمد فاهمي يا جماعة اللي هو كلب السقة الكمبارس سامير وشعير وبهير فيلم على جو سيتي حرب كرموز وجب مع امير قرارة مع انه نجم اكشن جديد في الساعة بص واجب معاه واخيرا ولا لايسا اخيرا تامر حسني في فيلم الفلوس اللي قلتلك عليه نازل يوم 2 اكتوبر في السينمات ومن ضمن الحاجات الرائعة في احمد السقة برضو تثبتلك ان هو بني قدم نضيف من جوه حبيب اثقة والله ان اي حد بيطلع معاه في الفيلم سواء يعني شوف كده هنعد مع بعض الافلام مافيا مصطفى شعبان المصلحة احمد عز تيتو خالد صالح مسح اجيبلك 3 امثلة دول مين فينا بني وبينك بني وبينك ماخرجش من الفيلم وقال خالد صالح كان اعلى من السقة جدا في الفيلم ده عمر واكد في برايم الابيض كان اعلى من السقة جدا في برايم الابيض برغم ان الموضوع ده ممكن يتفهم اللي هو ان دي عيبة في احمد السقة مسلا عيب عليك احمد يا سقة بس لا احب اقولك يا معلم ان مفيش حد من النجوم دول ممكن بيتقلق او بيدي طاقة التمثيلية كلها غير قدام السقة يعني عايز تقنعني الله يرحمه مثلا خالد صالح لو كان عمل فيلم الواحده ما كانش هينجع بس لما الناس دي بتيجي مع السقة بتعلق عن مستوى الطبيعي عشان هم واقفين قدام السقة وده دليل ان هو بيديل قدامه مسحته وراحته في التمثيل ابدأ معلم براحتك خالص انا عايز الفيلم كمجمل يطلع حلو جدا راجل دماغه تقيلة بابا اه وبالمناسبة كده مع الامة ما لعيش اي لازمة شفت انترفيو لأحمد السقة بيتكلم عن مدى علاقته ان مين تخيلوا مين يا جماعة اللي كان مرب احمد السقة بيقول انا الراجل ده هو اللي كان مربيني بايده الامبراطور احمد زاكي وعشان كده اكيد احمد زاكي لم يتردد ولو ثانية لما جي ديف شرف في فيلم ايام السادات لما كان قايم بدور عاطف اخو الزعيم الراحل انوار السادات وانا فاكر جدا يا جماعة في فيلم ايام السادات ده لما نزل كان طبعا مكسر الدنيا وفي الفترة دي كان احمد السقة كان بيعمل افريكانو غالبا فلما دخلت فيلم ايام السادات وماشا ده احمد السقة طلع كده انا فاكر ردود فعل الناس ايه ده؟ السقة بالسقة اه والله يعني راجل ليك كارزميتو في اي بي سي تمثيل يعني وطبعا ما اقدرش انهي الحلقة يا جماعة غير لما اقولوكو يعني اصابات احمد السقة في الافلام عندك روباط صليبي في فيلم مافيا وفيلم الدير رجاله اتنين روباط صليبي بسم الله الرحيم كده طبعا غير مشاهد الشلال وغير مشاهد كبري قصر النيل حكاية حكاية في برنامج صاحبة السعادة مع الرائعة اسعاد يونس عارفين المشاهد لما كان بيتحرق في ابراهيم الابيض دي؟ المشاهد ده عمله هو طبعا معروفة في تاريك احمد سقة احمد سقة معندوش دوبلير هو بيحب يعمل مشاهد الاكشن بنفسه في المشاهد اللي هو بيتحرق فيه في ابراهيم الابيض هو هو على حسب كلامه المفروض يفضل 11 ثانية بعد كي يقع على الارض فمصمم من مشاهد ساعتها قال له عدد 11 ثانية اقع على الارض يا سقة والسقة ساعتها ما كانش سامع فاضطر ساعتها مصمم من مشاهد ام اديله على دماغه وايه على الارض وطفوه صدق او لا تصدق بعد المشهد ده اما روان حمد قال لهم لا معجبنيش او والله شوف قدي المخرج ده صغير في السن بس كبير وليه كلمته بس الراجل بعد كده على حسب كلامه صورها بطريقة ابسط بكتير وطبعا طبعا طبعا مش حانسة دي من دمن الاصابات اللي كان مشهور بيها جدا السقة برضو في فيلم الجزيرة الجزء الاول وساعاتها انا فاكر لما كان احمد السقة طلع مع عمرة قديف في الكاريرا اليوم كان طالع بنضارة وعمل عينيه كده كان الفارغ بتاع الرصاص الفيشينك دخل في عينه الشمال حتى لو تركزوا كده مع احمد السقة يا جماعة حسوا عينه الشمال دي فيها افلا سنة كده شوية وساعاتها يا جماعة فعلا فاكر الاخبار كان احمد السقة عنده فقدان مؤقت للبصر كل ده انا بقوله ليه عمتان بيثبت لك قد ايه الراجل عنده باشن في حبه للمهنة دي راجل ابن بلد فارس جدع يعني يعني واحد بتقول احمد مكي بيتكلم في اللات رجعه على السلام يا ما ايه ده انت معاك رقم السقة بقا؟ واقو فعلا بقى ابن بلد وفارس وكده؟ راجل وشهور مش في وسط الفاني بس من بيننا وبين بعضينا ان هو بالصفات دي فارسلتي لاحمد السقة في اخر الحلقة ارجوك يا سقة عايزك تقول لي ايه رأيك في الحلقة ده مبدئيا ثانيا ايه رأيك في التشيرت اه مفيش حد مذبطه كده قبل كده واحد مارس بقى وحوت ايه ثالثة هي رسالة صغيرة جدا انت راجل عارف طريقك فين وماشي في الطريق الصحة كده كده واي حاجة هتعملها هتنجح معروف بس نحاول ننوع في المواضيع يعني احاسس كده الاعمال الاخيرة اخرتها تاربع اعمال اساسهم قريبين من بعض يعني احسيت من الحبكة كده مثلا فيلم المصلحة قريب من مسلسل خطوط حامرة مثلا مثلا وبيقال برضو ان فيلم العنكبوت ده على حسب مثلا القصة اللي هم كتبينها يعني في بيج السينما ان يعتبر القصة نفس برضو من مسلسل ولد الغلابة اللي لسه نازل في رمضان انا لسه ما شفتوش ومش عايز احكم بس كل اللي احنا نتمناه في الاخر التنويع وكده كده كده كمل في طريقك وانت ابن بلد الفارس الجدع سوبرمان بتاع المصريين لما واحد من صحابك يعمل عمل بطولي كان مش تقوله ايه عم انت فاكر نفسك احمد السقق ولا ايه ملك السقق في نفسك كده راجل مثال للبطل الخارج توم كروز العرب احمد السقق وحب اقولك انك انت قدمتنا بجد اقوى وانظف اكشن شفناه في تاريخ السينما ومحترامي لجميع الممثلين اللي بيقدموا اكشن اليومين دول سواء بقى يعني مش عايزين نتكلم سيظل احمد السقق هو ملك الاكشن في مصر شكرا احمد السقق وطبعا لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك وشير وسبسكرايب للقناة لو اول مرة وشغل جرس التنبيهات عشان يجيلك الحلقات اول بول وحاول يا جماعة لقد ما نقدر الراجل احنا زي ما بنقول من اول حلقة لغاية اخيرة ابن بلد وفارس يعني الراجل ممكن لو شاف الفيديو ياخدني في دور مثلا او ييجي مثلا يطلع معايا الحلقة اللي جاية يعني الراجل جدع واعلا مز عليكو ولا بنخاف ولا بنخاف من الدنيا بحالها لو عايزين لا 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 حسين حسين مش كانت بكتاب امه كلها يا ابني اللي قدامك ده نجم فنان تقوله يجيب ببيتزا كاتشاب مش باصل